التسمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر eng Shiny ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قط وعليكم السلام وبركاته لا يا شيخ رقم خطأ خالد التسمم بالابتلاع كيف أتصرف إذا وجدت طفلا أو بالغا ابتلع إحدى المواد التالية كمية كبيرة من الأدوية أقراص أو شراب بطريق الخطأ أو رغبة في الانتحار منظفات سائلة مثل كولوريكس أو فلاش أو الصابون السائل أو الشامبو مبيدات الحشرات الأعراض غفيان وقي آلم في البطن مع إسهال صداع شديد مع آلام في المفاصل والعضلات الإحساس بالضعف الشديد مع وجود رغبة في النعاس لدى المصاب العلامات وجود حروق حول الفم واللسان حدوث تشنجات أو اختلاجات حدوث تغير في درجة الوعي لدى المصاب وجود قوارير أو زجاجات أدوية فارغة أو زجاجات المواد الكيميائية بجوار المصاب ممنوع دفع المصاب للاستفراغ باستخدام الماء والملح أو وضع الإصبع في حلق المصاب تحذير لا تعطي المصاب أي شيء عن طريق الفم في أي حالة من حالات التسمم بالابتلاع أما في حالة ابتلاعه لمادة قلوية مثل الفلاش والكولوريكس فيمكن يعطاؤه كأسا من الماء لتخفيف المادة الحارقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التسمم باستنشاق الغازات الأعراب سعال شديد مع وجود غثيان وقيم ألم في الفم والأم والحلق والصدر صعوبة في التنفس مع شعور بالاختناق صداع شديد يزداد تدريجيا الإحساس بالضعف الشديد مع وجود رغبة في النعاس لدى المصاب العلامات التنفس سريع وسطحي حدوث تشنجات الجلد زرقة أو حمراء حدوث تغير في درجة الوعي لدى المصاب النفض سريع وضعيف كيف أسعف المصاب؟ تأكدنا المكان آمنا لتأمين سلامتك الشخصية أولا حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية اتصل على رقم 997 عمليات الهلال الأحمر السعودي عبات الثعابين والأفاعي ولدغات العقارب كيف أعرف أن الشخص مصاب باللدغ الأعراض والعلامات ألم موضعي وزرقة وتورم مكان اللدغة تعرق شديد ضعف في الإبصار أو انعدام في الرؤية تغير في درجة الوعي دوار وغثيان وقيم ضعف في العضلات وعدم القدرة على الحركة تصلب في العضلات مع حدوث تشنجات في العضلات القريبة من مكان اللدغة ماذا أفعل إذا تأكدت أن المصاب أصيب بلدغة العقرب أو الثعبان؟ اتصل على رقم 997 عمليات الهلال الأحمر السعودي إذا كان المصاب واعياً مصطمئن المصاب واجعله يستلقي على ظهره واطلب منه ألا يتحرق اجعل موضع العضة أو اللدغة في مستوى القلب امسح موضع العضة أو اللدغة بالكحول اربط الساقة على موضع اللدغة أو العضة باستخدام رباط من الشاشة المعقم مع التأكد باستمرار من وجود النبض في الشريان الطرفي شريان ظاهر القدم حتى وصول المصاب إلى المستشفى ممنوع جرح أو فصد مكان العضة أو اللدغة ممنوع امتصاص السم من مكان العضة أو اللدغة إذا فقد المصاب وعيه في جميع حالات التسمم السابقة اتصل على رقم 997 عمليات الهلال الأحمد السعودي ثم افتح مجرى الهواء وفحص التنفس إذا كان المصاب غير واع ويتنفس ولديه نبض ضعه في وضعية الإفاقة إذا كان المصاب غير واع ولا يتنفس ولديه نبض قم بعملية الإنعاش الرئوي إذا كان المصاب غير واع ولا يتنفس وليس لديه نبض قم بعملية الإنعاش القلبي الرئوي ترجمة نانسي قنقر